هذه أبرز العناوين حارث الكونغو الديمقراطية كان علينا الفوز على منتخب المغرب في هذه المباراة قائد منتخب الكونغو يفجرها بعد شجاره مع وليد راكراكي أكرد التعادل أمام الكونغو يبقى مهما في ضل الضرف التي خذنا فيها اللقاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حارث الكونغو الديمقراطية كان علينا الفوز على منتخب المغرب في هذه المباراة أكد ليونين باصي حارث مرمى منتخب الكونغو الديمقراطي أن فريقه كان يطمح لتحقيق الفوز على المنتخب المغربية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس أمم إفريقيا الكوديفور 2023 وقلم بصي في تصريحات صعفية كان علينا الفوز على منتخب المغرب في هذه المباراة لأن كل الظروف كانت موجودة للضفر بنقاط 3 وأضف أردنا الفوز بهذه المباراة وأعتقد أننا احترمنا خطة اللعب من المؤسف أننا بدأنا المباراة متأخرين بخمس دقائق لكنني فخور بالفريق وتابع أعتقد أننا لم نستسلم على الرغم من أنهم سجلوا في بداية المباراة لقد تمكننا من العودة على الرغم من ركلة الجزاء الضائعة لسوء الحظ لكننا كنا نعلم أننا سنواجه تلك المواقف وكان علينا أن نؤمن بحضوظنا حتى النهاية يشار إلى أن المنتخب المغربي حقق التعادل أمام نظره الكونغولي بهدف مثله ليوصل صدرته للمجموعة السادسة برسد أربع نقاطين في حين تحصل خصمه على ثاني نقاطيها قائد منتخب الكونغو يفجرها بعد شجاره مع وليد ريجراجي فضل شانسين بيمبا عميد منتخب الكونغو الديمقراطي عدم الخوض في السبب التوتر الذي نشب بينه وبين الناخب الوطني وليد ريجراجي بعد المباراة التي تعادل فيها منتخبه أمام أصود الأطلس لحساب كأس أمام إفريقيا الكوديفورة 2023 وقال بيمبا في تصريحات عقبة المباراة لست بحاجة إلى التحدث كثيرا الأهم هي العدالة الإلهية لأنها هي التي ستحكم وتابع أنا لست مثاليا ولكن عندما أكون في الملعب أحترم الجميع وبمن فيهم المدرب لقد تم قصة المقاطع التي تم بتها في التلفاز لكن أنا لدي كل الفيديوهات كما هي ولست بحاجة إلى نشرها ووصل أنا سألتزم الصمت لأنه أفضل الجميع يعرفون السانشيل وأنني أحترم الكل ولست بحاجة لإطلاق النار على أي شخص ولكن العدل سيكون عند الله واختتم أنا ألعب الكرة مثل جميع اللاعبين ولكن لم أكن أتوقع أن مثل هذه الكلمة ستخرج من المدرب الرقراجي أكرد التعادل أمام الكونغو يبقى مهما في ظل الظروف التي أخذنا فيها اللقاء قال نيف أكرد مدفع المنتخب المغربي لكرة القدم إن العناصر الوطنية كانت تعي تماما صعوبة مباراة الكونغو الديموقراطية نظرا لعدة عوامل وأضف لعب الأصود خلال تصريح بعد نهاية المباراة أن اللاعب في الثاني ظهرا بالتوقيت الإفواري صعب جدا مضيفا على الرغم من تدربنا في نفس توقيت المباراة لكن الحرارة والتعب نال منا واشدد مدافع المنتخب المغربي على أن المهم من مباراة الكونغو الديموقراطي أن الأصود لم ينهزم مردفا التعادل يبقى مهما في ظل الظروف التي أخذنا فيها اللقاء ووصل جزئية صغيرة كانت أيضا سببا في تعادلنا ولا أعلم كيف نخض مباراة من في هذا التوقيت وفي هذه الأجواء وأشار نيفي لأن المباراة التالية ستكون في توقيت أفضل ونتمنى من خلالها تقديم أدايا أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية تجدر الإشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيختتم مباراة دور المجموعات بكأس إفراقي للأمم يوم الأربعاء المقبل بمواجهة زامبيا على أرض إتمال عبلوران بوكو الكوفي اختار رجل مباراة المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية حصل السيلة سمو جونبا لعب منتخب الكونغو الديمقراطية على الجائزة أفضل لعبين في المباراة التي أقيمت أمام المنتخب المغربي ضمن منافسة الجولة الثانية من المجموعة السادسة في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وحسم التعادل الإيجابي أحدث مباراة المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في المباراة التي انطلقت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب لوران بوكو واستجل أشرف حكيمي هدف منتخب المغرب في الدقيقة السادسة فيما أضع الكونغو الديمقراطية فرصة التعادل في نتيجة بعد إهضار ركلة جزائن في الدقيقة الثانية والأربعين فيما سجل السيلس موجونبا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة السادسة والسبعين وشهدت نهاية المباراة مشادة بين لاعبي منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وبهذه النتيجة يوصل منتخب المغرب تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط فيما يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد نقطتين الجماهير المغربية في سان بيدرو تستحضر عبدالحق نوري استحضرت الجماهير المغربية التي تؤتي تم درجات ملعب لورنبوكو في مدينة سان بيدرو على هامش مشاركة المنتخب المغربية في كأس أمم إفريقية استحضرت اللاعب المغربي عبدالحق نوري الذي سبقا تعرض لإصابة خطيرة ومزمنة على مص والمخ منذ سنة 2017 كانت سببا في ابتعاده عن الملعب ورفع أنصر المنتخب الوطني صورة عبدالحق نوري متمنين لو كان حاضرا بين صفوف المنتخب الوطني اليوم ليبصم على مصاره الكروي إلى جانب أصود الأطلس استفزازات واعتداء همجية تفاصيل ما تعرض له لعب المنتخب المغربي عقب التحدث مع الكونغو الديمقراطي خلصت مباراة المنتخب المغربي أمام نظره الكونغولي بأحداث مؤسفة تمثلت في تعرض أصود الأطلس لإعتدائنا من قبل لعب الخصم والاستفزازات أطرت غضب وصية العناصر الوطنية وتعود التفاصيل وفق موقع سيت أنفو إلى قيام أحد لعب المنتخب الكونغولي بالتصرف غير أخلاقي في حق الناخب الوطني وليد ريجراجي وبعض لعب المنتخب المغربية الأمر الذي أطر غضب العناصر الوطنية التي تدخلت واستفسرت عن سبب التصرف مطالبة حكم المباراة بالتدخل وص من رسال الكونغوليين إلى درجة الاعتداء على بعض لعب المنتخب المغربي قبل أن يتدخل المتواجدون وباقي العناصر لفاك الإشباك وعند مغادرة أرضية الميدان اعتدأ أحد لعب المنتخب الكونغولي على المهاجم يوسف انصيري قبل أن يستانفر الأخير الذي قرر الجيرية وملاحقة لعب الخصم مقابل محاولة الميني أسينبون لإقافه وردعها إلى أن تم فض النزاع في واقعة مؤسفة عرضت العناصر الوطنية لأعتداء مشين من لاعب الكونغو الديمقراطية وإلى جانب اللاعب تعرض بعض الإعلامين المغرب الاعتداء من قبل نظرائهم الكونغوليين عقب نهاية المباراة قبل أن يتدخل الأمن وينهي الواقع دون تسجيل إصابات يذكر أن المنتخب الوطني المغربي انقاد إلى التعادل بهدف لمثله مع نظره الكونغولي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على الأرضية ملعب لورانبوكو لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس أمم إفراقيا 2023 هذه أبرز العناوين حارث الكونغو الديمقراطية كان علينا الفوز على منتخب المغرب في هذه المباراة قائد منتخب الكونغو يفجرها بعد شجاره مع وليد راقراقي أكرد التعادل أمام الكونغو يبقى مهما في ضل الضرف التي خذنا فيها اللقاء اشتركوا في القناة